موسيقى النشرة والرئيسة من الاقتصادية الأولى إليكم أبرز عنوينها موسيقى بعد بلوغها العديد من الأسواق العالمية الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب تسويق منتجاتها في أوروبا الشرقية موسيقى أياما قليلة قبل انطلاقها تحضيرات حهيثة ومخرجات مهمة منتظرة في أشغال قمة مجموعة البريكس موسيقى EG5 المتحور الجديد لكورونا هل سيدفع اقتصادات العالم إلى الركود مرة أخرى موسيقى وفي روبرتاج النشرة نتجول بكم في قرية أثيني بيتيزيوزو ومعرضها الشهير لحلي الفضة موسيقى ألم بكم مشاهدين إلى التفاصيل بداية تمكنت الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة ببلدية الميلية في ولاية جيجل من الحصول على شهادة مطابقة الجودة لحديد الخرسانة من بولونيا ما يمكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية بعد إتمام جميع إجراءات التدقيق على العمليات الإنتاجية للشركة وتأكيد اختبارات الجودة والتي كانت مطابقة للمواصفات التسويقية المعمول بها في بولندا حسب ما علم اليوم السبت من مديرية الإعلام بذات الشركة وأفد المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن حصول الشركة الجزائرية القطرية للصلب على هذه الشهادة والممنوحة من طرف المركز البولوني الوطني للاختبارات والاعتمادات زاتوم سيمكنها من تسويق حديد الخرسانة بمختلف مقاساته عبر الأسواق البولندية التي تعتبر أول سوق للشركة في أوروبا الشرقية يذكر أن الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة كانت قد تحصلت شهر فبراير الماضي على شهادة مطابقة منتجات حديد الخرسانة والثائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم ما سمح بتسويق منتجات الشركة عبر مختلف الأسواق العالمية على غرار إنجليترا وأسراليا وسنغافورا وإرلندا وغيرها من الدول نظمت حركة البناء الوطني ندوة المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات بحضور أكثر من 1300 مشارك من قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والنقابات والمنظمات المهنية موجهة عدة رسائل بما فيها اقتصادية لداخل الوطن وخارجه تقول أمير أم كيدش المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل التي نظمتها حركة البناء الوطني بمشاركة مختلف الشركة الاقتصادين والاجتماعين حملت أبعادا لتنويع الاقتصاد وتحريك الاستثمار ورفع قدرات الإنتاج بتوفير شروط المنافسة والتمثيل الحقيقي للمتعاملين الاقتصاديين دعم الاستثمار وحول إعطاء الأمل لراس المال الجزائري كي يستثمر وحول توفير بيئة اقتصادية جالبة لاستثمار الأجنبي بناء اقتصاد حر قابل لتنفس وأنا قلت في الخطاب اقتصاد منتج بعيد عن النفط كل القوانين الآن بالنسبة التي شرعت في البرامان هي تساهم في خلق هذه البيئة المناسبة للمستثمرين يريد أن نكون سند حقيقي لمؤسسات الدولة حتى ندفع بها في نفس السياق اللي هو رو يعرف إصلاحات كثيرة انفتاح كبير تموقع على المستوى الاقليمي والدولي الانخراط القوي للمتعاملين الاقتصاديين كشريك فعال في مصاري التنمية الاقتصادية ما أجمع عليه المشاركون اليوم احنا كشراكاء للمؤسسات الدولة والجزائر احنا حبنا نبنى بلادنا بقوة باقتصاد جزائري قوي بإنتاج وطني قوي وحماية المواد الغذائية اللي احنا نصنعها وحماية المستهلك الجزائري لابد أن نوفر المناخ المناسب والمناخ الاقتصادي العدلة الاجتماعية القدرة الشرائية من العوامل المهمة لتهم المواطن البسيط اليوم التوجه إلى تماسك الجبهة الداخلية يحتم علينا أن نقوي اقتصادنا الوطني في ظل كل التوترات المحيطة التي تعيشها يعيشها محيط الجزائر تكوين والنخاب وتكفيف المبادرات المفتوحة في مجال الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتصدير حصرانة المنظومة البنكية يحقق تموقعا ايجابيا للاقتصاد الوطني وتعزيز فرص اندماجه في الأسواق العالمية في خبر آخر تم اليوم بالمعهد العالي للعلوم بالعاصمة اختيار ثماني مؤسسة ناشئة من أصل ثمانية عشر أخرى مشاركة لتمثيل الجزائر في الطبعة الثانية للقمة العالمية لريادة الأعمال 2024 التي ستقام بدولة الشيلي ويشارك فيها 179 بلدا ما سيشكل فرصة لأصحاب المؤسسات للاحتكاك بالمستوى العالمي وتحسين آداء الجزائر في مجال ريادة الأعمال الختامي تصفيات دولة الجزائر باش نختاروا أحسن ثمان شركات الناشئة الجزائرية اللي يتمثل الجزائر في القمة العالمية للأعمال اللي رح تكون في الشيلي وكما تعرفوا هذي قمة تتم على مستوى دولي وعلى مستوى عالمي يعني يتم اختيار شركات الناشئة من مختلف دول العالم بتحديد 178 بلد يعني يتم اختيار فيهم كل بلد يختار أحسن شركات الناشئة اللي يتمثلوا في المسابقة هذه للمسابقة اليوم كانت مجموعة لماذا؟ لأننا ندخل في مجموعة مجموعة في الجزائر مجموعة ومجموعة مجموعة اللي رح يكونوا ان شاء الله على الأفناء حجبزبزبزبزبزبزبزب لحل الجزائر والاقتصاد الجزائر أعلنت وزارة التعليمية العلي والبحث العلمي عن إطلاق منصة الرقمية للاستفادة من الخدمات الجامعية والمثمثلة في الإيواء والمنحة للطلبة الجامعيين الجدد حيث أوضحت الوزارة أن المنصة ستكون حيز الخدمة ابتداء من اليوم السبت التاسع عشر أوت إلى غاية يوم الأربعاء تحت عنوان بريكس وإفريقيا شراكة من أجل النمو المتسارع بشكل متبادل والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة تحضيرات حثيثة تسبق عقاد القمة الخامسة عشر لمجموعة البريكس بجوهنسبورغ في جنوب إفريقيا تقرير ولا بربالة قمة تترقبها الأسواق لما ستأول إليه من قرارات اقتصادية وتطورات هامة نظراً للمحاور التي ستناقشها والتي ستمثل أبرزها في طرح إمكانية إطلاق عملة موحدة بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس للتصدي لهيمنة الدولار بالإضافة إلى انضمام أعضاء جدد سعياً لإيجاد أقطاب اقتصادية جديدة حيث أبدت أربع وأربعين دولة اهتمامها بالانضمام للبريكس فيما تقدمت ثلاثة وعشرين دولة بطلب رسمي من بينها الجزائر ومن المرتقب أن يحضر القمة التي ستعقد من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من شهر أوتا الجاري قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وسيمثل روسيا وزير الخارجية فيما سيلقي فلاديمير بوتين خطابه عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ولقد وجهت الدعوة لسبع وستين زعيماً لحضور القمة بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفاوضي الاتحاد الإفريقي وسبق هذه القمة حواراً بين بعثات التجارة والاستثمار والدول الأعضاء والذي يعقد من الثالث عشر إلى الثالث والعشرين أوت هذا وافتتح وزراء تجارة دول مجموعة البريكس اليوم السبت معرضاً تجارياً يعد بمثابة منصة لعرض منتجات وخدمات من شركات ومؤسسات من جنوب إفريقيا وبقية الدول الإفريقية بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وذلك قبيل أيام قليلة من إنعقاد منتدى الأعمال للمجموعة المقرر إنعقاده في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا أعلنت أنقرة اليوم السبت أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا مستمرة وأكد كبير مستشاري الرئيس التركي عاكف تشاكتاي كيليتش في الوقت نفسه إلى أن أنقرة تعمل على استعناف صفقة الحبوب مع الجهة المعنية وقال كيليتش في مقابلة على قناة سينان التركية إن المفاوضات جارية بشأن موعد الزيارة بسبب الوضع الداخلي في روسيا حيث يجري حاليا وضع جدول زمني مضيفا أن وزارة الخارجية التركية تعمل على استعناف صفقة الحبوب للتذكير انتهت في 17 جوليال الماضي اتفاقية حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة وكانت تهدف إلى تسهيل الصادرات الزراعية الروسية والأوكرانية وذلك بعد أن رفضت روسيا تمديد مشاركتها فيها مع روسيا نبقى حيث أعلنت شركة جازبروم أنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا بواقع مليون متر مكعب من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها قبل يوم بحسب وكالة رويترز وفرض الغرب العام الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا وشركاتها التابعة للدولة لكن لم تفرض عقوبات مباشرة على صادرة جازبروم من الغاز الطبيعي وهي مصدر رئيسي لإراداتها الشركة لكن أحجام الصادرات تراجعت إلى النصف تقريبا العام الماضي لتبلغ 101 مليار متر مكعب وتحاول موسكو إعادة توجيه جزء من صادراتها إلى دول حليفة في آسيا الوسطى لا سيما كازاخستان وأسباكستان وهي دول تواجه أزمات طاقة رغم وفرة موارد الغاز والنفط لديها مع الطاقة نبقى حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي باتت ممتلئة بنسبة 90% قبل شهرين ونصف الشهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في الفاتح من نوفمبر القادم مطمئنة إلى أن القارة مستعدة جيدا لفصل الشتاء المقبل وفي أعقاب الأزمة الأوكرانية وخفض الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الروسي اعتمدت الدول 27 في جوان 2022 إطارا تشريعيا يلزمها أن تكون منشآت تخزين الغاز فيها ممتلئة بنسبة 90% على الأقل بحلول الفاتح من نوفمبر من كل عام وشكل الغاز الروسي في الربع الأول من العام الجاري 15% من واردات الاتحاد الأوروبي وهي حصة تقلصت إلى النصف في غضون عام واحد بالمقابل زاد الأوروبيون في الفترة نفسها مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي صعدت تسعار النغط في ختام تداولات الجمعة بنحو 1% وسط مؤشرات على تباطل الإنتاج في الولايات المتحدة لكن الخامين القياسيين أنهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لهما في 2023 بسبب تزايد المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي تقرير إناس بوزيان تأتي المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي مدفعة بتخفيذ منظمة البلدان المصدرة للبيترول وحلفائها أوبيك بلاس للإمدادات مما ساعد في ارتفاع أسعار النفط لمدة سبعة أسبوع متتالية منذ شهر جوليا الماضي حيث ارتفع خام براند بنحو 18% بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 20% خلال الأسبوع السبعة المنتهية في 11 أو تلجارية هذا وارتفعت العقد الأجلة لخام براند 68 سنتا أو 0.8% إلى 84.80 دولار للبرميل عند التسوية كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أو 1.1% إلى 81.25 دولار للبرميل عند التسوية كما ارتفع الخامان القياسيان الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن عدد منصة النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض للأسبوع السادس على التوالي وقد يؤدي التراجع في الانتاج الأمريكي إلى تفاقم نقص الإمدادات المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام ارتفع الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر جويليا بشكل كبير بعد شهرين من التراجع بدعم من ارتفاع انتاج السيارات بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأظهرت البيانات ارتفاع الانتاج الصناعي 1% في جويليا مقارنة بتوقعات بارتفاعه ب0.3% بدعم من ارتفاع انتاج السيارات وقطع الغيار ب5.2% خلال نفس الفترة لكن بعد تعديل قراءات شهرية سابقة يبقى مؤشر الانتاج الصناعي لشهر جويليا أدنى من مستوياته قبل عام قالت هيئة الاستثمار الاثيوبية ان الخطوط الجوية في البلاد ستبدأ تصنيع قطع غيار للطائرات من خلال مشروع مع شركة بوينغ تبلغ قيمته الببدئية 15 مليون دولار وذكرت الهيئة على منصة اكس ان الخطوط الجوية الاكبر الاثيوبية وهي في افريقيا وقعت بالفعل على الاتفاق الذي يشمل ايضا تطوير شركة المتنزهات الصناعية الحكومية المحلية وقالت الهيئة ان المشروع سينتج قطع غيار للطائرات بما يشمل العزل الحراري والصوتي وأسلاكا كهربائية وقطعا أخرى أعلنت منظمة الصحتها العالمية قبل أيام عن ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى اي جي فايف ويطلق عليه تسمية غير رسمية هي إيرس وحتت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم تفاصيل مع إيمان نوهد مؤخرا فقط بدأ العالم يتعفى تدريجيا من تبعات أزمة جائحة كورونا التي أهلكت العديد من الاقتصادات في العالم وزادت الأوضاع سوءا بارتفاع التضخم ومنذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة وهو آخذ في التحور والتغير ويطلق على النسخ الجينية ناشئة من تلك التغيرات اسم متحورات إي جي خمسة المسمى أيضا إيرس هو نسخة أخرى من متحور أوميكرون وفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد ظهر لأول مرة في فبراير الماضي وأخذت حالات الإصابة تتزايد بشكل مطرد منذ ذلك الحين حيث تم تصنيفه على أنه متحور جديد في الحادي وثلاثين من يوليو الفارض بسبب الارتفاع المتواصل في عدد الحالات عالميا حيث تم تسجيل سبعة آلاف حالة بالمتحور الجديد ما يسمح بمراقبته من خلال عمليات التشخيص الروتينكي ورغم أن خبراء الاقتصاد عبروا عن تخوفاتهم أن يعاد السيناريو السابق بانتشار حجر صحي عالمي يوقف الاقتصادات مرة أخرى في وضع يعد حساسا إلى حد ما إلا أن منظمة الصحة العالمية من جانبها تؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن المتحور الفرعي يسبب مرضا أكثر شدة من المتحورات الأخرى لسيما وأنه ليس أكثر خطورة منها سرعة انتشار إيريز متحور كوفيد-19 تستدعي الحيطة والالتزام بخطوات الوقاية منها ولو أنه يقل خطورة عن باقي المتحورات إلى أن الوقاية تبقى دوما خير من العلاج سجلت إرادة دور العرض في الصين مستوى قياسيا جديدا مع تحقيقها 17.9 مليار يوان وهو ما يعادل 1.44 مليار دولار وذلك حتى السباح أمس الجمعة خلال موسم الأفلام لصيف 2023 اتسجلت الأفلام المحلية أداء أفضل من أفلام هوليوذ مثل بارلي وحتى الآن تجاوزت إرادة شباك التذاكر لأربعة أفلام عتبة الملياري يوان وهو مستوى قياسي لآخر موسم أفلام الصيف ومن بين تلك الأفلام فيلم الإثارة والتشويق Lost in the Stars وذكرت إدارة الأفلام الصينية أن إرادة الأفلام لموسم الصيف للعام الجاري من شهر جوان إلى غاية هذا الشهر تجاوزت الأرقام القياسية السابقة عند 17.78 مليار يوان في 2019 عودة إلى الوطن بعد هذه الجولة في الأخبار الدولية حيث أحيت قرية آثيني بأعالي جبال تيزي وزوى النسخة السابعة عشر لعيد الفضة التي يشارك فيها حرفيون من مختلف مناطق الوطن تحت شعار فضة آثيني منبع للثرات والقلب النابض للاقتصاد المحلي حيث عرضت آخر الإبداعات في صناعة الفضة والحلي التقليدية فاطمة زايري جابت أرواقة معارض الفضة في إطار مبادرة الديوان الوطني للسياحة لفائدة الأسرة الإعلامية وعادت بهذا الروبورتاج بين آثيني وصناعة الحلي الفضية ارتباط تاريخي بعادات وتقاليد المنطقة وعيد الفضة السنوي جانب من زخمها التراثي والسياحي قافلة إعلامية لفائد وسائل الإعلام الهدف منها إحياء الطبعة 17 لعيد الحلي التقليدي بولاية تيزيوزو في بردية بنيني لتعريف بما تجود به أنام الحرفيين في ولاية تيزيوزو أثيني ملتقى الطرق للثقافة الصناعة التقليدية والتاريخ وحفل الذي يشارك فيه أكثر من 150 حرفي 113 حرفي تحصيدة على الفضة التقليدية لأثيني وسودي بقاوة صناعة التقليدية ووحدة أخرين العديد من السائحين والقاطنين بالبلدية زاروا المعرض وأبدو إعجابهم الشديد بهذه التحف الفنية التي تشكل مصدر رزق للحرفيين وإكسسوارات تعبق بالتراث بالنسبة للمرأة الأمازيغية كما كل عام نقوم بالتظاهر الثقافية تعيد الفضة وكما ترى كماراكم تشوفوها مختلف الحولي الموجودة في الرجون وburnتت ورمو بجياء احساب للمجيد المجيد ديشو بجو برد في ايثيني في رجون ايثيني كان ما معروفا بالنسبة للمجيد ديشو برد فيه في الفضة التعاف وهناك حسنا لم نرى أن نرى هناك روش ولكن في الأولى أن نرى هنا هناك أشعرنا الكثير ونبدأنا أن نرى لنرى أن نرى لأننا نرى بيجو لأننا نرى كابيل يفتخر الحرفيون بتورثهم هذه الحرفة النبيلة عن أجدادهم فهم يمارسونها كشغف أولا وكمصدر رزق فيما يشتكون من نقص المواد الأولية هنا تعلمت هذه الحرفة من جد و جد لأننا في جلسة 10 أو 5 من الجد ومخفى كونج عندي واحد من جددي تحصل على ميدالية في معرض في شيكاغو في 1889 ورأننا نتواصلوا مع الموروث تستعر المادة المادة الأولية مخصوصة بزار كما لما تيارة الفضاء كما لما المرجان مخصوصة بزار تختلف روايات حول تاريخ هذه الحرفة بينما يعتبر الأمازيغ صناعة الفضاء أحد مقاومات هويتهم الضاربة في التاريخ وذاكرة مشتركة ومعلم سياحيا يروج لثقافتهم محليا وعالميا أشرف اليوم الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز مراد عجال بالمدرسة العليا للفندق والإطعام بالجزائر العاصمة أشرف على مراسم حفل تقديم اللاعبين والطواقم التقنية والطبية لنادي وفاق استييف للموسم الكروي 2023-2024 وأكد مراد عجال أن إدارة إرادة المجمع قوية في العمل جديا على مشروع تأسيس فريق محترف وقوية التصريحات في ميكروفون صار علالي فسيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيف حفل جماهيري كبير على مستوى ملعب ثمانية مائي بولاية سطيف لتقديم اللاعبين لجمهور الوفاق مباشرة بعد عدتهم تربص المبرمج له خارج الوطن قد أن أؤكد مسعى سون القاز وإرادتها القوية في العمل جديا على مشروع تأسيس فريق محترف قوي من خلال الحرص على دعم الفريق يعني الشيء الإيجابي تحسب اللي كاين كاين نظر جديدة كاين عقلية جديدة كاين تفكير جديد ويجبنا نتغيره هنا في النظرية تعالى في التفكير تعالى على حساب مستوات وموحات المسؤولين إن شاء الله نكونوا على حسنة لجميع كان هذا آخر خبر في النشر قبل أن نفترق تذكير بأهم ما جاء فيها من عنوين بعد بلوغها العديد من الأسواق العالمية الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب تسويق منتجاتها في أوروبا الشرقية أياما قليلة قبل انطلاقها تحضيرات حفيتة ومخرجات مهمة منتظرة في أشغال قمة مجموعة البريكس اي جي فايف المتحور الجديد لكورونا هل سيدفع اقتصادات العالم إلى الركود مرة أخرى وفي روبرتاجها النشرة تابعتم في قرية أذين بيتيزي وزو ومعرضها الشهير لحلي الفضة أطيابا مناوى في أمان الله اشتركوا في القناة